في اكبر عملية احباط لمحاولة تهريب مخدرات عبر مطار بيروت تمكنت قوى الامن الداخلي في المطار من ضبط 24 طردا وست حقائب كبيرة معبئة بحبوب الكابتاجون تعود الى الامير السعودي عبد المحسن بن وليد السعود واربعة مرافقين يحملون الجنسية السعودية كانوا برفقته وقد قدرت البضائع بنحو طنين وهي عبارة عن نحو 12 مليون حبة وتقدر قيمتها المالية باكثر من 250 مليون دولار امريكي وبعد ضبط البضائع استجوب الموقفين الخمسة النأب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي دانش رابي في حرام المطار وثم احالهم الى مكتب مكافحة المخدرات وبحسب معلومات الجديد فان الامير نفت تهم الموجه اليه وحاول رمي كورتها الى مرافقه المدعو يحيى الشمري لكن المرافق اعاد التهم الى اميره وردد عبارة كذاب اكثر من مرة وسعى الامير الى التهرب من المخدرات عبر قوله انه كان ينقل بعض الاثارات والتحف الانتيك وفي المعلومات ان الامير بدى متلعثما ورشحا يكون قد تناول حبوبا مخدرة وشرحت مصادر من قلب المطار كيف وصل الامير في قرابة الواحدة من بعد منتصف ليل الاحد الاثنين الى مطار رفيق الحريري وكان لا يقيم وزنا لأي اجراءات تفتيش او رجال امن ولما اوقفه رقيب اول في قوى الامن حاول مواجهته ونهره قائلا له الا تدرك انك تفتش اغراضا ملكية وقد اكدت مصادر الجديد انه لم يمارس اي ضغط على القضاء او على الاجهزة الامنية للفلفة الموضوع وان السفارة السعودية في لبنان اتصلت ببعض المعنيين في الملف للاستفسار والوقوف على حقيقة ما جرى وتجدر الاشارة الى ان هذه الحبوب كانت ستنقل بواسطة طائرة خاصة اقلت الامير والوفد المرافق الى بيروت وكانت ستقلهم مع البضاء الى المملكة العربية السعودية وبعد الفراغ من التحقيقات الاولية واحالة الموقفين والمضوطات الى مكتب مكافحة المخدرات بدأ التوسع في التحقيق بشكل كامل وجاد على ان يتخذ المقتضى القانوني بالموقفين بعد الفراغ من جميع التحقيقات باشراف القضاء المختص